إخوتي وأخواتي يسوع المسيح لم يملك المال أو الثروة ولكنه أغنى كثيرين وكثيرين من المجتمعات تتمتع بالرخاء الاقتصادي بسبب طبعا اتباعها ليسوع المسيح طبعا إنجيل يسوع المسيح ليس هو فقط إنجيلا اجتماعيا يهتم باحتياجات الإنسان سواء جسدا نفسا وروحا ولكنه إنجيل روحي ومملكة روحية طبعا يهتم باحتياجات الإنسان الروحية ومصير الإنسان الروحي وأبديته فإذن المسيح لم يملك المال لكنه أغنى المجتمعات لم يملك السلاح لكنه احتل قلوب المليارات من البشر لقد غزى العالم بقوة المحبة أكثر من أي أسلحة أخرى أو أكثر من أي إمبراطورية أكثر من قيصر أكثر من الإسكندر الأكبر بل أكثر من محمد ونابليون وآخرون اللي غزوا العالم ولكن المسيح غزى العالم ليس بالسلاح لكن بسلاح المحبة بسلاح روح الله يسوع المسيح لم يدخل مدرسة أو جامعة لكنه لم يتكلم قط إنسان مثل هذا كان يتكلم كمن له سلطان يسوع المسيح لم يكتب سطرا وحدا لكن ما أكثر الأقلام التي كتبت عنه وما أكثر الريش التي رسمته وما أكثر المجلدات والمكتبات التي كتبت وما زالت تكتب حتى يومنا هذا نعم أحبائي يسوع المسيح فريد متميز لقد أثر على العلم والفن فأدعوك اليوم في هذه الحلقة لا تتجاهل يسوع حقيقة عندما تنظر إلى هوية وشخصية الرب يسوع المسيح أنت أمام الله الظاهر في الجسد ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر